اشتركوا في القناة بمميزات كثيرة عن الأمم الأخرى ومثال هذه المميزات اتساعه وأصوله وتفرده بالعراب والحركات والتثنية والجمع إلى آخر عنوانات العلم النحو وبهذا المميزات جذب المستشركون لهذا العلم فبدأوا يضعون لها آراء وتسميات لمعرفة ما هذا العلم هل هو له أصالة معينة؟ هل تأثر في العلوم الأخرى مثل اليونان والسريان والفرس؟ والفرس؟ فاليوم محاضراتنا إن شاء الله سنتكلم عن أصالة النحو العربي لأن هذه القضية شغلت الباحثين ولا سيما المحدثون منهم وهي الكلام عن أصالة النحو العربي من بناهجه وفكره وأصوله وتقسيماته ووقفه وموقف العلماء منها فكان موقف العلماء منها في ثلاثة آراء فهناك سؤال يتبادر إلى الذهن بماذا شكك المستشرقون بالنحو العربي؟ يعني لأهمية هذا الموضوع ولكبره وعظمته بدأ المستشرقون يشككون بهذا العلم بأنه ليس من العرب فيتبادر لنا في ذهننا سؤال بماذا شكك المستشرقون بالنحو العربي؟ أي عن طريق ماذا شككه؟ شككه بأصالته أي بجذوره بعمقه فكانت جواب عن هذا السؤال شككه بالنحو العربي عن طريق مناهجه أعلى في مناهجه فكره أصوله وتقسيماته وانقسم العلماء إلى ثلاثة أقسام في مواقفهم في أصالة النحو كان الموقف الأول هو الموقف المتردد الحائر كان موقف الأول هو المتردد الحائر أما الموقف الثاني فكان حذر ومتشكك أما الموقف الثالث يبحث ويناقش يبحث ويناقش هناك ثلاثة آراء مهمة جدا في أصالة النحو كيف شكلت هذه الآراء؟ عن طريق الموقف الأول أو عن طريق الموقف الآتية موقف متردد حائر موقف حذر متشكك والموقف الثالث يبحث ويناقش وعند الرجوع عند المستشرقين قالوا بأن النحو العربي تأثر بالأمم الأخرى أو بنحو الأمم الأخرى وأهم الأمم التي كانت في ذلك الزمان هم اليونانية والسريانية والفارسية وهنا سنتكلم بالتفصيل عن هذه الأغراء أو عن هذه الأمم وكيف تأثر النحو العربي بها يعني من وجهة نظر المستشرقين نأتي في المرحلة الأولى أو التأثير الأول من الأمم هو اليونانية اتهم المستشرقون وبعض العرب المهدتين بأن النحو العربي تأثر بالنحو اليوناني عن طريق ماذا تأثر هذا التأثير عن طريق تأثيره بالمنطقة والفلسفة اليونانية وطبعا هذا الرأي كان واضح عندهم بماذا؟ أولا كان واضحا وظاهرا في التقسيم من نحو العربي مثل ما يدعون أو الكلام إلى ثلاثة أقسام هو اسم وفعل وحرف لأن عندنا في اللغة العربية الكلام أو الكلمة من ماذا تتكون أن تتكون من ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف ويقولون هذا من تقسيم المنطقة هذا من تقسيم المنطقة أما تقسيم المنطقة ماذا كان يقسم؟ يقسم إلى الإسم والفعل والأدات إلى الإسم والفعل والأدات هذا الرأي الأول الرأي الثاني وقالوا أيضا تأثير العرب بنقط العرام بين قوسيا طبعا تكلمنا عن نقطة العرام ما هي أي وضع الحركات وهي الحركات التي تكون في اللغة العربية ضمة فتحة كسر السكون وأن العرب أخذوا هذه الحركات من أين؟ من اليونانيين من اليونانيين وهذا طبعا من الرأي غير صحيح لأسباب سنوضحها إن شاء الله لاحقا بالمحاضرة وبالمحاضرات القادمة في هذا الرأي انقسم العلماء الذين قالوا بهذا التأثير إلى ثلاثة مواقف يا تأثير التأثير اليوناني عن النحو العربي التأثير اليوناني فأهم هذه المواقف أولا موقف الذين تهموا النحو العربي بالتأثير الكامل بالنحو اليوناني وعلى هذا الموقف من؟ أولا المستشرق الألماني ماركس طبعا هو في القرن التاسع عشر نشر كتابا وهو أسماه تاريخ صناعة النحو عند السريان تاريخ صناعة النحو عند السريان ماذا ذكر فيه؟ ذكر فيه بأن النحو العربي تأثر بالمنطق اليوناني واقتبس منه بعض المفاهيم والمصطلحات طبعا قد يتكلم عن النحو العربي نأتي إلى الموقف الثاني من المستشرقين فلاش فلاش طبعا هذا أحد المستشرقين مستشرق فرنسي ألف كتاب أسماه علم اللغة إذ قال إن النحو العربي تأثر بالنحو اليوناني والمنطق أرسطو طبعا هذا من؟ العالم الفرنسي فلاش نأتي إلى العالم الآخر أو المستشرق الآخر وهو بيرسج مستشرق هندي له كتاب أسماه العناصر اليونانية في الفقر اللساني العربي العناصر اليونانية في الفقر اللساني العربي ماذا ذكر؟ ذكر في كتابه تأثر النحو العربي بالنحو والفلسفة والمنطق اليوناني وماذا ذكر في كتابه؟ بعض المصطلحات والمفاهيم التي على أساسه بأن النحو العربي تأثر بالنحو العربي تأثر بالمنطق والفلسفة اليونانية بماذا تأثر؟ تأثر بالنحو والمنطق اليوناني وعلى هذا الرأي من قال به؟ المستشرق ليطمان الذي يرى أن سيبوي هو مؤسس علم العربية وصاحب أول كتاب فيها أنه أنشئ في علم النحو العربي لأن سيبوي تقريبا سنة وفاة 180 للهجرة وله كتاب طبعا تكلمنا عنه في المحاضرة السابقة وهو الكتاب الذي سماه العرب بنحو القرآن بعد مرور الزمن تأثر بتقسيم الفلسفة والمنطق بالكلام بمعنى ذكرنا أن الكلام له ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف أو بالمنطق للكلام له همين تقسيمات أخرى هي اسم وفعل رابط وتقسيم سيبوي هو اسم وفعل وفعل وحرف هذا ثانية ثالثا موقف مدافع عن النحو إذ يقول إن النحو العربي لم يتأثر بالنحو اليوناني ولا المنطق لم يتأثر بالنحو اليوناني ولا المنطق وعلى هذا الرأي أكثر العلماء العرب والمستشرقين ومن هؤلاء المستشرقين كارتر في كتاب له أسماه أصول النحو العربي ماذا بيّن؟ بيّن عدم تأثير النحو العربي بالنحو اليوناني ما هو دليله؟ أو ما هو احتجاجه؟ احتج لهذا الأمر بأن سيبوي في كتابه استعمل نوعين من المصطلحات المجموعة الكبيرة من المصطلحات العربية المأخوذة من روح اللغة العربية المأخوذة من روح اللغة العربية المنقولة من الفقه إلى النحو هذه المجموعة الأولى من المصطلحات أما المجموعة الثانية مصطلحات قليلة العدد لعل بعضها يكون قد يكون يونانيا قد حرف تقليل قد يكون يونانيا وبهذا يكون النحو العربي أصيل أما بالنسبة للتقسيم فهو كلمة اسم وفعل قسمة الكلمة إلى اسم وفعل وحرف وهو أصلي أخذ من من؟ من أبي الأسود الدؤلي عن من؟ عن الإمام علي عليه السلام وهذا التقسيم هو قبل دخول عصر الترجمة اليونانية إلى العربية أو السريانية إلى العربية ولم يكن هناك ترجمة أصلا يعني جميع هذه الآراء أبطلتها بماذا؟ بأن النحو العربي أصيل عربي وأن الكلمات التي قسمت عند الأبي الأسود الدؤلي كانت اسم وفعل وحرف قبل ما ندخل إلى عصر الترجمة ماذا نعني بالعصر الترجمة؟ أي الترجمة من اليونانية إلى العربية ومن السريانية إلى العربية طبعا بهذا الجواب نبطل بأن النحو العربي تأثر بالنحو السرياني نأتي إلى سؤال مهم ما هي الطرق التي تم تأثير النحو العربي بالنحو اليوناني؟ بماذا التهمة بها المستشرقون بأن النحو العربي هو نحو يوناني؟ سنذكر مجموعة من أسماء العلماء وكتبهم على هذا الكلام انقسم الباحثون في طريقة التأثير أو نقل التأثير من اليوناني إلى العربية على قسمين هما القسم الأول التأثير المباشر والقسم الثاني هو التأثير الغير مباشر نأتي إلى القسم الأول التأثير المباشر أي تأثير النحو العربي بالنحو اليوناني تأثيرا مباشرا عن طريق ماذا؟ عن طريق الترجمة اليونانية إلى العربية وعلى هذا الرأي كلا من؟ من؟ أولا إبراهيم مصطفى ماذا يرى؟ يرى أن أبا الأسود الدؤلي أخذ الحركات من اليونانية أخذ الحركات من اليونانية الرأي الثاني الرأي الثاني لمن؟ لإبراهيم مصطفى ماذا يرى إبراهيم مصطفى؟ يرى أن أبا الأسود الدكتور محمود السعران ماذا يقول؟ يقول أن النحو العربي في بدايته تأثر بالمنطق اليوناني ومنطق أرستو خاصة ومنطق أرستو خاصة أما الدكتور علي أبو المكارم ماذا قال؟ علي أبو المكارم قال أن بعض المترجمين الذين أعجبوا بالثقافة اليونانية قالوا بهذا التأثير اليوناني في الثقافة العربية ولكنه يرى أن المنهج المنطقي اليوناني ترك ظلالا من التأثير فيه ما يعدين الدراسة التركيبية أو النحوية لأن النحو كان من آخر العلوم العربية تأثرا بالمنطق اليوناني وظل مدة طويلة بمنأة عن هذا التأثير بمنأة عن هذا التأثير نأتي إلى الفريق الآخر أو القسم الثاني هو التأثير الغير مباشر التأثير الغير مباشر أي نقل التأثير أو الاقتباس عن طريق السريانية عن طريق السريانية أو السريان أي من اليونانية إلى السريانية أي من اليونانية إلى السريانية ومن السريانية إلى العربية بمعنى التأثير الغير مباشر اليونانية ثم السريانية ثم العربية يونانية السريانية إلى العربية وعلى هذا الرأي من؟ دائرة المعارف الإسلامية مجموعة من الباحثين ماذا قالوا؟ قالوا أن المعاجب النحوية الأصلية للنحوين العرب أخذت من المنطقة الأرستي عن طريق من؟ عن طريق العلماء السريان إلى العرب إلى العرب أمر رأي الثاني لمن؟ للدكتور أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام ماذا يرى؟ يرى أن الاتصال بين العرب واليونانيين ضعيف أو ضعفة وإنما تم هذا التأثير بين السريان واليونانيين ونقل السريان هذا التأثير إلى العرب يعني بصورة غير مباشرة لأن السريان قريبون للعرب أكثر من اليونانيين يعني حسب الرقعة الجغرافية أو الموقع الجغرافي من أقرب إلى العرب السريان؟ أقرب من اليونان أو اليونانيين وهناك علماء من الباحثين قالوا قالوا بتأثير نحو العربي بالسريان لقربهم من العرب في تلك المدة ولهذا نقسم إلى أربعة آراء أو مواقف ومن هذه الآراء الرأي الأول لمن؟ لزيدان في كتابه تاريخ آداب اللغة العربية تاريخ كتاب اللغة العربية والآخر لحمد أمين في كتابه فجر الإسلام وأحمد حسن الزياد الذي يرى أن أبي الأسود الدؤلي قد أخذ الحركات أن أبا الأسود الدؤلي قد أخذ الحركات من النحو السرياني هذا الرأي الأول أما الرأي الثاني موقف وسط غير متشدد حيث يرى أن العربية أخذت جزءاً من نحوها من السرياني أي تقسيم الكلام في النحو إلى اسم وفعل وحرف معنى إلى اسم وفعل وحرف معنى أما الثاني الحركات التي وضعها أبي الأسود الدؤلي وعلى هذا الرأي من؟ الأب إسحاق ساكا الذي قال بهذا الرأي من؟ الأب إسحاق ساكا أما الرأي الثالث أن النحو العربي تأثر بالسريان بالسرياني أو بالنحو السرياني من جانب واحد وهو ماذا؟ الحركات من جانب واحد وهو الحركات أي أخذ الغرب الحركات من السريان وعليه من قال بهذا الكلام؟ أولاً مصطفى الباحث مصطفى نظيف الذي يرى أن الدؤلي أخذ الحركات من الأب يعقوب الرهاوي الذي ألف كتاباً في النحو السرياني هذا الرأي أمر رأي الثاني لمن؟ لمصطفى صادق الرفاعي لمصطفى صادق الرفاعي الذي ذكره أو الذي يرى أن دلالات الحركات لم تكن عند العرب بل اختراع اختراع هذا هو السريان أو أصولها عند السريان والدكتور حسن عون ماذا قال أيضاً في هذا الرأي الذي ذهب إلى أن النحو العربي أخذ الحركات التي كانت في السريان أخذ الحركات التي كانت عند السريان أمر رأي الرابع يرى أن النحو العربي لم يتأثر بالنحو السرياني بأن النحو العربي لم يتأثر بالنحو السرياني فكل هذه الأراء في هذا الشأن كانت غير صحيحة من قال بهذا الرأي عبد الرحمن السيد في كتابه المدرسة البصرية النحوية عبد الرحمن السيد في كتابه المدرسة البصرية هذا كل ما يتعلق بالتأثير النحو العربي بالنحو اليوناني والنحو السرياني نأتي إلى تأثير آخر قالوا به بأن النحو العربي تأثر بالنحو الفارسي أو الفارسية يرى بعض الباحثين أن النحو العربي قد تأثر بالنحو الفارسي لقربهم آنذاك من أهل البصرة يعني حسب المنقع الجغرافي بلاد الفرس أقرب إلى مدينة البصرة إذ يعيش كثير منهم في العراق وانقسم الباحثون في هذا الرأي إلى قسمين القسم الأول القدماء القسم الأول القدماء ماذا؟ يرى الأستاذ عبد الحميد حسن أن المهدتين اتتبعوا في رأيهم هذا القدماء مثل من من علماءنا؟ مثل ابن خلدون في مقدمة كتابه مقدمة ابن خلدون وقد ذكر تأثير النحو العربي بالنحو الفارسي هذا نقطة رقم واحد نأتي إلى نقطة رقم الثاني المهدثون وهم من؟ أولا إكريمر يرى أن الأعاجم هم الذين وضعوا النحو لحاجتهم إليه لدخولهم ماذا؟ لدخولهم الدين الإسلام الحلف هذا الرأي الأول أما الرأي الثاني دكتور شوقي ضيف يرى أن العرب تأثروا بمناهج الساسانين والرمان شوقي ضيف قال هناك تأثير من النحو الساسانين والنحو العربي أما الرأي الثالث هو لمن؟ لأحمد أمين أو للدكتور أحمد أمين ماذا قال؟ يرى أن انتشار الإسلام ودخولهم فيه يعني الفرس قد جعلهم يدخلون معلوماتهم النحوية وطبقوها على العربية عن اللغة العربية هذا رأي أحمد أمين بأن النحو العربي تأثر بالفارسية إلى هنا ننهي محاضرتنا ألتقيكم إن شاء الله بالمحاضرة القادمة التي كيف رد الباحثون عن هذا الكلام أو عن هذا الادعاء الذين شككوا بأصالة النحو بأن النحو تأثر بالنحو اليوناني أو النحو السرياني أو النحو الفارسي نلتقيكم إن شاء الله في محاضرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر